الوزارة بمناسبة مرور سنتين على إرساء اللجنة الوطنية العرائد في يوليوز 2017 وسنة على إطلاق منصة المشاركة المواطنة وبعد بروز التمار الأولية لمصار ديمقراطية التشاركية المتمثل في إرساء منظومة لتلقي العرائد الموجهة للسلطات والبرلمان والهيئات المنتخبة تلقي الملتمثات الشريعية أيضا إحداث العديد من هيئات التشارك العبومي اليوم الوزارة ستخطو خطوة ثالثة تتمثل في إرساء حملة رقمية عن طريق الاعتماد تطبيقات رقمية تتيح للشباب والعموم الفاعلين الجمعويين استثمار آليات ديمقراطية التشاركية هذه الخطوة على المستوى العالم الرقمي تترافق وستتكامل مع القرب انتهاء البرنامج التكويني الذي سهدف 1200 فاعل جمعوي وتقدم البرنامج التكويني الثاني المرتبط بالحكومة المنفتحة والموجهة أيضا للجمعيات هذه نهاية الأسبوع لدينا دورة تكويني جهوية على المستوى وجهة ابن ملال أخ نفرة البرنامج التكويني، المنصة المشاركة المواطنة، الإحداث للجنة الوطنية العرائد معهم اليوم واحد العمل الذي سيدار على المستوى العالم الرقمي والذي فيه تطبيقات رقمية وفيه سعي إلى أن تصبح الديمقراطية التشاركية أسلوب حياة طريقة في الاشتغال اليومي بالنسبة للجمعيات ينبغي هنا أن نأخذ بعض الاعتبار أن زياد من ثلوتين الجمعيات تأسس من بعد دستور 2011 زياد من مئة ألف جمعية تأسست في هذه السنوات الأخيرة التي جاءت من بعد دستور 2011 المجيز الاقتصادي والجمعي كشف أنه كان زياد من مليون ونصف شاب يعني حوالي 15% من الشريحة العمرية 15 حتى 34 سنة تشتغل داخل الجمعيات إذن هذه البوءة تستقبل كم عدد من الأشخاص أو من الجمعيات التي تكون مشاركة في هذه العمل هو الأمر مفتوح للجميع المغرب يتوفر على رصيد مهم من الجمعيات زياد من 165 ألف جمعية كما قلت أرى زياد من 100 ألف تأسست في هذا من بعد 2011 وهذا شيء كشكل واحد تروة وطنية كبيرة وجلالة الملك في الرسالة الملكية التي وجهت بمناسبة ذكرى 70 لإعلان العلمي الحقوق الإنسان في دجمبر الماضي نوها بالحيوية والتنوع لنسيج المجتمع المدني والحركية التي يتسموا بها إذن بالنسبة إلينا لدينا رصيد قويض لمجتمع المدني نعم التواصل هو جيد إيجابي ولكن هل من جهة أخرى هناك أذن صاغية للاستماع للمطالب هذه الشريحة؟ الآن لأخذنا واحد العدد الجماعات وعدد من المناطق واحتعى المستوى للجنة وطنية العرائد هناك إرادة سياسية من أجل التفاعل إيجابا يعني مثلا كان جماعة التي تقدمت فيها عرضها على الولوجيات وتمت المصادقة عليها كان جماعة إحنا بالنسبة إلينا في الجنة وطنية العرائد جاءت عرضاتهم منشأة مائية لمحاربة الفيضانات وخلقنا بعض الإشكاليات المصطرية ولكن رفعنا توصية رغم ذلك للسيد رئيس الحكومة التفاعل إيجابا مع الموضوع ديال العارضة لقنا واحد العدد ديال يعني الإمكانيات موجودة ولكن لا بد من الإشارة إلى أنه ما زالت واحد العقبات إما ما كنش معرفة ديال هذه الحقوق إما ما كنش تكوين بحيث بعض المرات ما كنت تحترمش بعض الإجراءات أو بعض الشروط المصطرية بحيث هذه العارضة اللي كانت على المنشأة المائية لأسف ما تحترماتش بعض مقتضيات المصطرية ورغم ذلك حنا رفعنا توصية موازية هذا يعني ممكن تقول من حيث الشكل ما تقبلتش ولكن من حيث المضمون را كتطرح قضية معقولة خصي المعالجة ديالها شكرا